وفي حوار خاص للتلفزيون المصري أكدت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز زمنهور رحاب مصطفى على ضرورة أن تكون الأم هي الوصية على القصر نحن تترقنا النهاردة لجزئة مهمة جدا أن ما فيش ما يمنع في الشرع أو في الفقه أن المرأة تكون هي الوصية على مال القصر بعد الأب دي جزئة اللي كنا بنأكد عليها لأن القرآن نصش عليها وراء الفقهاء ما ثبتوش على الرأي معين أو محدد قال أن يمنع الأم النهاية تكونوا نوصية على مال القصر بعد الأب